الخبر اول يعد عن قمر الطاي وقصفها الياري يا حباي فرزلت هذا السوري اللي كانت كات بي بي انه التفاعل عن زوزي اللي هي قطة مالتها اعلى من بعض الناس تعرفهم الاغلي بتوقع انه يتقصد ياري يا حباي من انه يقع تهجم عليها وتقول تفاعل ياري قليل فكتملوا بالكومنتات شو رأيكم بهذا الخبر ننتقل الحالي نورستار يا حباي بتنزيل شوية ستوريات بالبداية تقول الاسف انه هي اصابة بركبتها وبنفس الوكدة لا تعلن انه ستنزلنا مقطع قريبا ستكون مقطع كل اشاري ستقوم لسوريات شوفوها انا وقعت وقعة كثير كبيرة ورجلي هلأ موتتني من الألم على فكرة فيديو اليوتيوب بكرة سينزل سوف فعل الجرس بكرة سنزله وستشوفو كثير صارت فيه احداث كثير كثير اشياء وهو كثير وممتع بس ركبتي عمتجعني ركبتي كثير عمتجعني المهم انه انا هلأ اجهزت بسرعة وقصيت ببارف لي انا هلأ اجهزت بسرعة وطالعة رايحة كمان عندي اجتماع شغل مع صديق في نفس الوقت سوف اخدكم معي فكتونا يا حباب بالكومنتاج قلتم تحمسين لهذا المقطع ننتقل حاليا لبيسانة مايل يا حباب بوصول قناتها باليوتيوب لتسعة مليون متابع فان شاء الله الف مبروك عقبال ملايين الاكثر يا رب وتوصل نجاحات اكثر وتسنون يا حباب نتمر كلها بالكومنتات على هذا الانجاز الخرافي طبعا بيسانة مايل يا حباب نزلت هذا البلث المباشر على قناتها بوصولها تسعة مليون وش ميفتخر بي وشي كل صادم انه بيسانة مايل رح تطلع على نتفليكس يا حباب فكتونا بالكومنتات شون رأيكم هذه المفاجآت ننتقل حاليا يا حباب اللانا والصور غريبا نزلت كاتب مغرومة وكيف بدك عني تغيب وفجأت نزل ستوريات وينورمار واضح يا حباب هي قصدة مغرومة بنورمار لأن نزلت ستوري كاتب عليه مغرومة وبعد نستوري وينورمار فكتونا حباب بالكومنتاج شوف لكم بأعتراف لانا اللحبوها النورمار بس ما لقيت شيء يغطي شيء غير هذا الانستوني قاعد من النوم اليوم جيت نامي صورو لكم في شيء كلش حلو كلش حلو بس الشخص اللي حيكون هو يغدرني يعني هو حيكون هو من خلف الكواليس اوكي فهذا الشخص يغدرني وما رح يجي فما رح اصور لكم شيء حلو زيجي حبيت اقول لكم شونكم شخباركم احط لكم باوكسي تشيء ماضي طلعو اللي بداخلكم احبكم ومع السلامة